لم ينهي الجيش الأمريكي مهمة الانسحاب من أفغانستان والمقررة في 31 من أبلجاري حتى أفلت زمام حركة طالبان لتسيطر على عشر ولايات في شرق العاصمة كابل وفي غربها آخرها كانت مدينة مازار شريف معقل الأفغان الشيعة التي دخلتها الحركة السبت من دون قتال ومثل قطع الدومينو تهوت أسوار المدن الأفغانية أمام مقاتلي طالبان وفرت القوات الحكومية التي دربتها الولايات المتحدة وحلف النيتو خلال السنوات العشرين الماضية وبدت عجزة تماما عن إيقاف تقدم عناصر طالبان ويوم الأربعاء الماضي قال مسؤول أمريكي إن حركة طالبان لن تتمكن من سيطرة على كابل إلا بعد تسعين يوما لكن توقعته ذهبت أدراج الرياح إذ أن طالبان بدأت صباح الأحد الإطباق على العاصمة وبدأت تتقدم نحوها من جميع الجهات بحسب وزير الداخلية الأفغاني لكن السؤال الذي يثار الآن هو هل فعلا أخطأت واشنطن في تقدير قوة طالبان أم أنها كانت على معرفة مسبقة بالأمر وأرادت إيصال رسائل غير مباشرة إلى العراقيين المطالبين بانسحاب القوات الأمريكية برغم اختلاف وضع البلدين لجهة نفوذ إيران القوي في العراق وبالتزامني مع كل هذه التطورات المتسارعة أعلن مستشار للرئيس الأفغاني أن القوات الأمريكية تولت مسؤولية الأمن في العاصمة كابل مشددا على أن الوضع لا يزال تحت السيطرة وأن القوات الحكومية تتعاون مع القوات الدولية لتوفير الأمن في كابل